المجهودات الخارقة والتكاليف الخارقة لحكتين للقضاء على قوائم الانتظار تبقى لتعليمات السيد الرئيس اتنين للفيروس سي حتى تصبح مصر زي ما قال السيد الرئيس خالية من فييروس سي خلال عامين او على الاقل على الاقل نكون في المستويات العالمية او اقل لكن املنا في ربنا ان احنا يبقى مصر خالية من فييروس سي بعد عامين من دلوقتي زينة عشرين وده كلام ماشيين فيه واعتقد كل واحد في مصر برضو عنده حد في محيطه اصابه فييروس سي وفقد احد محبيه من هذا الفيروس اللعين كان في مصر في يوم من الايام عشر في المية من المصريين عندهم فييروس سي عشر في المية خمسة وعشر في المية مكتوب على اليوم الموت المحقق يعني اثنين ونصف مليون كانت كارثة بكل المقيس لما النهاردة اوصل لهذا الرقم تلاتة في المية والاربعة في المية والمسح الشامل والعلاج المجاني انا فاكر اللي كان عنده فييروس سي بيطلع اللي بيروح الصين واللي بيروح اوروبا وغيره يبيع اللي وراءه قدامه عشان يزرع او علشان يتعالج دلوقتي العلاج مجاني الكشف مجاني، الفحص مجاني، كشف الفيروس مجاني، ثم العلاج مجاني هذا إنجاز غير مسبوك على مستوى العالم وبقول في الدولة المصرية التاريخ سيسجل بأن هذا الإنجاز القضاء على فيروسي بهذا الشكل في هذا التوقيت مجاناً بيمثل عمل غير مسبوك في تاريخ مصر